فإذن الزكاء يتجب فيما هو قوت وهو الزيت ولا يجوز إخراجها عندنا من الحب بل تخرج من زيته ويقدر الزيت ما يقدرش نصابه بالزيت يقدر بالخمسة أوثق ليحب إذا تحصلت على خمسة أوثق هذا المكيال من الحب بعد ذلك أي كان الزيت قليلا ولا كثيرا حتى لو كان الزيت قليل تخرج منه العشر أو نصف العشر حسب ما تبدله من جهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والغيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر ما سقته المطر ولا العيون عندكش في أي جهد ولا كان عثريا وهو البعلي نسموه البعلي عثريا يعني يعثر على الماء بعروقه ما الدورة ما تبحثش على أنت ولا هذا يعني تشغل بالك به هو يعثر على الماء بنفسه ما كان كذلك فيه العشر لأن الجهد الذي فيه قليل الجهد الذي يقوم به الماء القليل فيعطي عليه العشر وما سقي بالنضح بالريوة والبخخات والماء بأي صورة فيه مجهود هذا فيه نصف العشر فإذن الزكاء هي بعد ما يبدو خمسة أوسق الحب وفيه إما العشر وإما نصف العشر ترجمة نانسي قنقر